السلام عليكم مشاهدينا الكرام ومرحبا بكم مرة أخرى في قناة سارة انجليش الدرس ديالنا اليوم هادي نبدأ من مقرار ديال Ticket to English ديال باكالوريا والتانية باكالوريا ها بدا بيونت ون بالوحدة الأولى اللي العنوان ديالها هو The Gift of Youth بمعنى مواهب الشباب الدرس الأولي هو Expand Your Vocabularies بمعنى توسع الفكابيل اللي غد يولك الباج 8 and 9 نبدأ أولا بالتمارين الأول غد نقدر التمارين وفي نفس الوقت هادي نشرحوهم إن شاء الله وهادي نستفدو إن شاء الله Exercise number 1 Add more qualities to this spidergram عدنا هاد الخططة اللي هي على شكل spider احنا أعطونا ديجا qualities بمعنى صفات أو مميزات احنا هاد نضيفو صفات وحدين أخرين صفات ديالش ديال the youth بمعنى الشباب qualities of youth صفات أو المميزات الشباب أعطونا هما خمسة أعطونا vitality بمعنى الحيوية والنشاط passion بمعنى الشغف audacity بمعنى الجرأة adventure بمعنى المغامرة vigor بمعنى القوة الجسدية وأنك تكون بصحة جيدة هاد نضيفو مثالة talent بمعنى موهبة imagination بمعنى التخيل creativity بمعنى الإبداع ambition بمعنى الطموح ادن qualities of youth are بطبيعة الحال هاد نالك والتيز وحدة أخرى اللي غنشوفوهم في التمارين اللي جاي إن شاء الله هاد نالك vitality مرة أخرى هي الحيوية والنشاط talent بمعنى موهبة passion بمعنى الشغف imagination بمعنى الخيال audacity بمعنى الجرأة ambition بمعنى الطموح adventure بمعنى المغامرة vigor بمعنى القوة الجسدية وأنك تكون بصحة جيدة creativity بمعنى الإبداع ندوزو التمارين الثاني read these definitions and decide which qualities are meant يعني هاد نقرأ هاد لديفينيسيون هاد الجمل هادو هما عبارة عن مفاهيم كيشرحو لنا أو لا كيعطونا المفهوم من تاع واحد الميزة من المميزات من تاع الشباب بدأوا بالجملة الأولى لذا جعطونا quality اللي كتشرح the mental ability of forming new ideas يعني أنك تكون عندك واحد القدرة باش أنك تعطي DZD لهما جداد أفكار جداد هي imagination بمعنى التحيل عندك القدرة أنك تخيل وتعطي شي حويج جداد willingness to take risk بمعنى انك تكون قادر او لا عندك الرغبة و قادر انك تدير بزافة المخاطر هنا هي Adventure هنا لدينا المغامرة Intense enjoyment, interest or excitement يعني واحد الفرح واحد الاهتمام واحد الاثارة كثيرة باش انك تدير مثلا شي حاجة Passion Strong desire to do or achieve something يعني واحد الرغبة قوية باش انك تدير شي حاجة او لا تحقق شي حاجة Ambition طموح Physical strength and good health يعني قوة جسدية و صحة جيدة اللي هي كنا قلناها Vigor The ability to generate methods or original ideas يعني تكون عندك واحد القدرة باش تعطي ديزيدي اللي هما original اللي هما ديولك نتايا هي Creativity تكون مبديع مثلا The state of being strong and active A great deal of energy يعني تكون عندك حيوية وتكون نشيط وتكون واحد الانرجي واحد طاقة كثيرة Vitality Natural aptitude ability or skill يعني واحد المهارة او الموهبة اللي هي كتكون فيك Natural مثلا شي حاجة طبيعية فيك مزيد بها Talent اللي هي الموهبة Courage Fearless disposition to do things يعني تكون عندك واحد ما تكونش خايف انك تدير الاشياء وتكون شجاع مثلا هي audacity ندوزو الدابة التمرين تالت Find the adjectives from these nouns يعني ادنا هنال words اللي هما النونز اسماء احنا غد نردوهم الاجكتف Vigour هي Vigorous Imagination Imaginative Creativity Creative Innovation 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 هي المبادرة عندك تبادر تكون تلول مثلا تدير شي حاجة Innovative Talent Talented Enthusiasm Enthusiastic Enthusiasm بمعنى متحمس مثلا انك تدير شي حاجة Audacity Audishes 4 Here are 10 characteristics of talented youths Read them and fill in the blanks from the list هنا مكتبت list list كانت عندكم في المقرار الباج 8 هادي تشوفون ذلك الcharacteristics احنا غد ندروه لاجوبة فقط Many gifted youths Show an extraordinary ability to read They learn to read at an early age with better comprehension of difficult texts نشرحوا Many gifted youths يعني الشباب اللي هما موهوبين عندهم Show an extraordinary ability to read يعني كي بينوا لك تكون عندهم واحدة القدرة خيالية او لا باش انهم اقراوه They learn to read at an early age يعني كيتعلموا باش انهم اقراوه في واحد اللاج اللي هي صغيرة بزاف With better comprehension of difficult texts يعني مع واحد الفهم مزيان لتكست او للنصوص اللي هما صعب They are also able to understand abstract concepts ideas يعني هما ايضا they are also able to understand هما ايضا قادرين باش انهم يفهموا ليزيد اللي هما abstract مجردين محبا اتعلم دكشة الفلسفة و كده هما اللي كنقول لها abstract See moreover gifted youths commonly learn basic skills quickly and with little practice يعني moreover بالاضافة الى ذلك اكتر من ذلك Gifted youths يعني الشباب ليهما مهوبين كيتعلموا basic skills يعني المهارات الاساسية بالزربة و كيدلوا مع واحد بخاتيك قليل يعني مش كيبخاتيك وبزاف باش انهم يتعلموا عندهم قدرة باش يتعلموها بالزربة They are often able to interrupt messages quickly and draw conclusions that are you need longer time to be able to do يعني تقدروا انهم يتعلموا بالزربة و يفهموا المسجز اللي كاني متلا مشي text في شي نص و كده و كيتعلموا كيتكون عندهم القدرة باش انهم يعطوا واحد الخلاصة واحد الاستنتاج لشباب الاخرين تياخدوا واحد الوقت كتير باش انهم يديروا They take nothing for granted يعني مش ايتي حاجة تجيك تقول لهم شي حاجة وصفك كيف يفهموها و كي ياخدوها غير هوكك لا They tend to question everything يعني ايتي حاجة قلتها لهم كي يسولوا عليها And ask a lot of how and why questions How and why questions وما الاسئلة اللي كي بدوب How and why يعني كيفاش وعلاش If they can work independently at an early age and can concentrate for longer periods يعني they can work independently كي قدروا انهم يخدموا بوحدهم مستقلين في واحد اللاج at an earlier age يعني اللاج بكريب زف And can concentrate for longer periods يعني او يقدروا انهم يركزوا لواحد المدة او لواحد الفترة اطول اطول طبعا الحام كلمد الاخرين They are eclectic in their way of thinking They select the things that are suitable and appropriate to them يعني هما انتقائيين ماشي كي يخدوا ايتها حاجة يعني كينتقائوا في طريقة التفكير ديالهم They select كيختاروا كينتقائوا ايضا The things that are suitable and appropriate to them يعني كينتقائوا الاشياء اللي هما مناسبين ومناسبين بالنسبة لهم Age They have unlimited energy يعني محتاقة غير محدودة which makes them challenge their capacities and test their abilities اللي كتخليهم يتحداوا القدرات ديالهم وايضا يتستوا القدرات ديالهم أيضا They are highly motivated As they show great willingness to learn new things and examine unusual ideas يعني هما زما عندهم محفزين بزافة كي هرؤناهم مثلا They show great willingness to learn new things يعني كي تكون عندهم القدرة او لا عندهم الرغبة مستعدين باش انهم يتعلموا اشياء جديدة وانهم يدرون لزيد اللي هما ان يجبوا الغير اعتياديين They tackle tests and problems in a well-organized and efficient manner يعني كي يتناولوا المواضيع او المثلا المثلا المشاكل او الانتحانات in a well-organized and efficient manner يعني بوحد طريقة منظمة جدا ندوزوا دابعه للتمرين الاخير Fill in the diagram below هدنا هاد ال diagram التحت ان اللول Some adults think youth are يعني بعض انتاع الناس الكبار هما adults think youth are يعني كي يعطونا شي صفات على اليوت اللي كي يعتقدوا انهم فيهم هما نشوفهم هما مثلا Rebellious Rebellious يعني متمرديدين Intolerant غير متسامحين Strong headed زي ما بحلقنا رأسهم قاسح يعني كنت strong headed Thoughtless ما كيف كروش Careless ما كيهتموش هنعطل حدو ديك less للخرانية Thought مثلا thought هي تفكير Less بحلق ندرو غير مفكيرين ما كيف كروش Care Care هي الاهتمام فاش كنضيفوا less غير مهتمين بحلق نعطيه الضد ديالها فاش كنضيفوا less للكلمة كنديروا لها الضد ديالها immature immature هي غير ناتجين Untidy ما مرتبينش في المظهر ديالهم او في التصرفات ديالهم او في ايتو حاجة Disobedient غير مطيعين Adventurous مغامرين Obstinate بمعنى stubborn اللي هي عانيدين نشوفوا هنا في الدياجرام number 2 Some youths think adults are هنا العكس لان الشباب اللي يعطونا بعض الصفات اللي يعتقدوا ان الناس الكبار فيهم الأولى Old fashion يعني عندهم old fashion يعني الناس قدام في العقل ديالهم Intolerant غير متسامحين أيضا Severe يعني شديدين سارمين بوسي بمعنى متسلطين Undemocratic غير ديمقراطيين مين بمعنى لا ايمين نوزي بمعنى فضوليين authoritarian بمعنى متسلطين أيضا Obstinate بمعنى عانيدين يعني هذا هم التمارين الخمسة اللي لدينا في هذا الدرس هذا في الباشر 8 و الباشر 9 كنتمنى أنني نكون تكون بشي حاجة وإن شاء الله نتلاقاه في الدرس القادم في صفحة 10 و 11 نتمنى أنكم تضغطوا على سبسكرايب و لايك و شير باش يوصل هذا الفيديو وهذا أيضا للقناة اليوتيوب للناس اللي على الأقل بدك يقرأوا في الباكالوريا حيزاش هذه ندير إن شاء الله درس بدرس قاعد درس اللي كينين في المقرر وهذي أيضا في شقة ربي سلي العام هذي نديروا امتحانات تانية باكالوريا باش نستعدوا للموحد شكرا على المشاهدة وإلى اللقاء في الدرس آخر إن شاء الله اشتركوا في القناة